المشاهدين الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير كن رحب بكم في هذه الحلقة هذه الجديدة من مكون القراءة التأهيلية للاندماج الاجتماعي والاقتصادي في الحلقة السابقة درستم جمعة من المواضيع في مصوغة السلوك المدني واللي الهدف منه هو تأهيل الفرض للإنخراط في المجتمع طواعية وفعالية من أجل إسهام في التنمية المستدمة بلدنا وابتداء من هذه الحلقة هذه إن شاء الله سنتعرف على مصوغة جديدة اللي هي مصوغة تنمية الذاتية والتواصل وكما كنتلاحظوا هنا عندنا على الشاشة سنتنولف هذه المصوغة هذه بجمعة من المواضيع هي موضوع نكتشف ذواتنا ونبني شخصياتنا عندنا موضوع محاضننا في أسرنا ومحيطنا عندنا ننمي مهاراتنا التواصلية عندنا موضوع أيضا نتواصل بالتكنولوجيا الحديثة وعندنا في الأخير أسبوع اللي نخصوه للأنشطات للتحقق من تعلماتي وفي هذه المصوغة هذه إن شاء الله سنتعرف على أهمية التنمية الذاتية والتواصل باعتبارهم من أساسيات بناء مجتمع سليم ومتماسك طلاقا من الفرد إلى الأسرة اللي قد تعتبر بناء الأساسية لبناء المجتمع ونكتسبو فيها أيضا مجموعة من القدرات باش نكتشفوا ذواتنا ونطوروا مهارتنا ونواكبوا مستجدات العصر وتطورات دياله وهذا هو الهدف العام من هذه المصوغة هذه كما يظهر عندكم على الشاشة إذن تابعوا معي سنقرأ لكم الهدف العام من المصوغة هو تعرف المتعلم على أهمية التنمية الذاتية والتواصل في بناء مجتمع سليم ومتماسك ودبعا نطلب من شيء واحد منكم يقرأ لي هذا الهدف العام إذن تفضل سلمة الهدف العام من المصوغة تعرف المتعلم على أهمية تنمية الذاتية على أهمية تنمية الذاتية والتواصل في بناء المجتمع سليم ومتماسك جيد والآن ننتقل الأول نشاط تعليمي عندنا في هذه الحلقة والذي هو يظهر أمامكم على الشاشة اللي هو النشاط تعليمي لاستكشاف ونطلب منكم باش تشاهدوا معي هذه الصورة التي تظهر عندكم أمامكم على الشاشة إذن ونطلب الآن من خليد اللي كيتابعنا عن بعد نعم خليد تقلنا هذه الصورة هذه عليا شك أتعبر تفضل خليد نعم أستاذة هذه الصورة كتعبر على الراجل تشوف وجوف المراية جيد إذن شكولي عنده شيء إضافة نعم نشوفه سلمة أيضا نعم سلمة هاد الشخص كي حاولي تعرف الانسا جيد والآن مروا الصورة الموالية نعم ونشوفه فطنة كذلك تقولنا الملاحظة ديالة على هاد الصورة نعم فطنة تفضل نعم أستاذة الصورة تتعبر على وحد الشخص طالع درجة بدرجة باش يوصل المكان عالي جيد إذن هاد الشخص هذا هو عنده هم وطموح غادي بكيرتاكي حتى وسط القمة أيضا شوفوش كلي عنده شيء ملاحظة وحد أخرى نعم تفضل بوشرا سيطور ذاته وتيبني شخصيته فعلا إذن هاد الصورة هذه هي كتعبرنا على تطوير ذات من خلال اكتشافها وبناء الشخصية وهذا هو موضوع هاد الحلقة هادي وثلاثة الحلقات المقبلة إن شاء الله كما كيظهر عندكم على الشاشة وغنطلبهم الأسية اللي كتابعنا عن بعد تقررنا عنوان هاد الحلقة هادي وثلاثة الحلقات المقبلة إن شاء الله تفضل أسية نكتشف دواتنا ونبني شخصياتنا فعلا إذن نكتشف دواتنا ونبني شخصياتنا وانتوما في نظركم شنو بغيتوا التعلموا تكتسبوهم لهالدرس هذا إذن نشوفو هنا خاليد يجاوبنا نعم تفضل خاليد مغينا نتعرفه على ذاتنا ونعبره عليها جيد خاليد إذن في هاد الحلقة هادي إن شاء الله أو في هاد الموضوع بصفة عامة غايتعرف هاد المتعلم وغايتمكن من اكتساب مجموعة من القدرات اللي بها غايتستطع يعدل اتجاهاته وسلوكاته الفرضية ويتبت ذاته بشي ساهم في بناء وارتقاء المجتمع دياله بالإضافة إلى التدريب على التعبير الشفاهي والكتابي من خلال توضيف قواعد لغوية حول الجملة الإسمية وكذلك تمكن من حل وضعية حول التوفير والإضخار وهذه هي الأهداف الخاصة اللي عندنا على الشاشة إذن تابهوا معايا كما تلاحظوها هنا وغنطلب من سلمة تفضل وتقرأ لي هذا الأهداف تفضل سلمة تنمية الذاتي لإسهام في بناء المجتمع وارتقائه أعود تنمية الذاتي لإسهام في بناء المجتمع وارتقائه اكتساب قواعد لغوية متعلقة بجملة إسمية وتوضيفها في تعبير شفاهي وكتابي تمكن من حل وضعية حول التوفير والإضخار نعم إذن قبل ما انتقلوا للعنشطة الموالية لعدنا في هذه الحلقة هادي نشوفوش كل عنده هنا شي سؤال نعم حبيبة تفضل عندك شي سؤال نعم أستاذة شمني معنات نكتشف ذاتنا في العنوان إذن فعلا عندنا العبارة ديال نكتشف ذواتنا اللي في العنوان إذن شوفش كل يقدر يجاوبنا هنا نعم تفضل فتنا نعم أستاذة نكتشف ذواتنا هي نتعرف عليها كتر جيد فتنا إذن فعلا اكتشاف الذاتي هو معرفة قاع القدرات والإمكانات ديالنا والمؤهلات ديالنا أيضا وكذلك لا بد منعرفه نقاط القوة والضعف شخصيتنا إذن شوفوش كل عنده شي سؤال آخر نعم بوشرة نعم بوشرة شنو معنا ديالنا بنية وشخصيتنا جيد إذن شوفوه أسية هاد المرة هدي هي اللي تجاوب بوشرة تفضل أسية نعم أستاذة بنية وشخصيتنا تنعني بيها تكون لدينا شخصية قوية جيد آسية إذن بنية شخصيتنا هي نعرفه نقاط القوة في شخصيتنا باش نحافظو عليها ونطوروها وكذلك نعرفه نقاط الضعف باش نعالجوها وكل واحد منا طروري ما كيبغي يطور ذات وينميها باش يكون أفضل من اللي كان عليه وغنجمعوك هاد الأفكار هاد اللي دولناها فهاد الجملة هاد اللي قد ظهر أمامكم على الشاشة إذن نتابهو هنا ونطلب الأسية كذلك تعود تقرننا هنا هاد الخلاصة هاد نعم تفضل أسية اكتشاف الدات هو معرفة قدرات وإمكانات ومؤهلات الشخصية جيد ومعرفة نقاط قوة فيها لبنائها وتقويرها ونقاط ضعفها لما ونقاط ضعفها ضعفي نعم ونقاط ضعفي لمعالجاتها وتجاوزها وتجاوزها شكرا أسية إذن فعلا عزيزة المتعلمة عزيزي المتعلم مشاهدين الكرام خصنا دائما نوضع أمام أعيننا المقولة اللي قد ظهر أمامكم على الشاشة وهي أن هناك دائما مكان في القمة فلتكون ذا همة عالية وسعى نحو الأفضل ونطلب من خليد يعود يقررنا هذا المقولة هذه تفضل خليد هناك دائما مكان في القمة فلتكون ذا همة فلتكون فلتكون نعم فلتكون ذا ذا همة ذا همة عالية وسعى نحو الأفضل وسعى نحو الأفضل دانا اسمح لي خليد واسعى نحو الأفضل إذا الآن انتقلوا لهذه العبارة هذه اللي قد ظهر أمامكم على الشاشة واستمعوا لي نزيل القراءة معرفتك لذاتك تحقق التطور الذي تنشده ونطلب من سلمة بيش تعود تقررنا هذا الجملة هذه تفضل سلمة معرفتك لذاتك تحقق التطور الذي تنشده تحقق التطور تطور الذي تنشده 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 جيد إذا شنو فهمتو من هذه العبارة هذه إذا نشوفو هنا حبيبة تقولنا شنو فهمت من هذه العبارة تفضل حبيبة فهمت أستاذ مني كنفهمو منفسنا كنطورو كنحق التطور اللي بغينا نوصلو له جيد حبيبة إذا نشوفو أيضا شكل قلنا شي رأيو على هذه العبارة هذه وهذه المرة هذه هنشوفو فتنات تفضل فتنا أن معرفة الذات كتخلينا نحقق الأهداف دينا جيد فتنا إذا فعلا معرفة الذات هي معرفة كافة المميزات والصفات الإيجابية في شخصيتنا اللي خصنا نحافظو عليها ونطوروها باش نتاقيوا بحياتنا ونحققوا على الأهداف دينا وطموحات دينا وأيضا لازم علينا ما نعرفو النقاط الضعف اللي في شخصيتنا باش نتغلبو عليها إذا شنو هي الخلاصة اللي نقدر نخرجه منا من خلال تداولنا لهذه الأفكار هذه اللي قلتو دا بعد إذا شوفوا بشرة هنا تقولنا شي خلاصة نعم بشرة معرفة الذات أساس تطور أساس تطور فعلا معرفة الذات أساس تطور نعم شوفوا أيضا شكل اللي يعطينا شي خلاصة وحدة أخرى تفضل أسية نعم أستاذة بمعرفتنا لذاتنا نرتقي جيد إذا كلها عبارات هادفة إذا نعود ونقرأوهم هنا إذا نعطي هذه القراءة الخليد هو اللي قرأنا تفضل خليد قرأنا هذه العبارات هذه معرفة ذاتي معرفة ذاتي معرفة ذاتي نعم أساس تطوير أساس تطوير أساس تطوير أساس تطوير نعم أيضا نرتقي بمعرفتنا لذاتنا نرتقي بمعرفتنا لذاتنا إذا يمكننا نضيفه يعني عبارة أخرى أو خلاصة أخرى وهي أن معرفة الذات هي من أنفع المعارف يعني معرفة الذات تجعل الشخص قادر يعرف ما ينفع به نفسه ويجن ما يضره وهذه هي اللي قد ظهر أمامكم على الشاشة ونطلبوه هنا من سلمة تعود تقررنا هذه العبارات تفضل سلمة معرفة ذاتي من أنفع المعارفة من أنفع المعارفة جيد إذا في نظاركم وش كل واحد فينا يعرف ذاته وإذا كنا نعرف ذاتنا شنو نعرف عليها إذا نشوفوا فتنا تقولنا شنو كتعرف على نفسها وعلى ذاتها تفضل فتنا يعني أستاذة أنا الطموحة كنت تحمل المسؤولية ولو وضعت شي هادف تنصلح جيد ما شاء الله أيضا شوفوا خاليد يقولنا شنو كتعرف على ذاته تفضل خاليد عام أستاذة أنا سيعجبني نكون منظم في حياتي كان صبر والتنبغي دايما نطور ودعيتي المعيشية مزيلا خاليد تبارك الله علي ونشوفوا سلمة أيضا تقولنا الرأي دياله ولا شنو كتعرف على ذاته تفضل سلمة أنا كنصرف بزداف وحاج شي مش ديالي وزيزة ديان ديال الخير نتابه سلمة الجود والكرم هما مصطفات المحمودة ولكن مخصوم شي وصلوطة لداراجات الإصرف ونشوفو شكل عنده شي فكرة أخرى نعم بوشرة تفضل أنا عكس خاليد صبر قليل وكان حشم بزاف وعندي أهداف وما استطعتش نحققها إذا نشوفو ناشكو يقولنا لش بوشرة ما كتقطار ما كتقطار أو لما كتستطعش باش تحقق الأهداف دياله إذا نشوفو أسيات فضل أسيات قطرت جاوبنا على هات السؤال نعم أستاذة فإن كل خجل أولي كي من عمل نتحقق الأهداف دياله فعلا باش نحقوا الأهداف والطموحات ديالنا خسنا لابد تكون عدنا الشجاعة واصطبر ولا بدا ما نخطوا لتنفيذ هاد الأهداف هادي خطوة بخطوة حتى نتمكنو قعمل تحقيق دياله والآن نشوفو كل واحد فيكم إعطينا طموح دياله في كلمة أو لا يعني كلمتين إذا نشوفو نبدو بخاليد تفضل خاليد نعم شم هو الطموح ديالك نعم الدراسات ونطور مشروعي ونلتاحق بتكويل المهاني ونرتاقف المهنة ديالي مزيان خاليد إذا نشوفو أيضا سلمة تقولنا شنو الطموح دياله تفضل سلمة ونلتاحق بتكويل المهاني ونزيد نمي المعارفة ما عاشاء الله أيضا شوفو حبيبة تقولنا على الطموح دياله تفضل حبيبة نعم شوفو حبيبة أرتاقي في مهنة جيد إذا هالطموحات اللي قلتو هي كل طموحات رائعة ويمكنكم توصلوا لها وتحقوها إن شاء الله إذا حاولتوا تطوروا ذاوتكم وتوضعوا الأهداف ديالكم قدام عينيكم إذا نشوفو خاليد يعود يقررنا هالطموحات اللي ذكرتو كاملة هنا على الشاشة نعم خاليد تفضل من من إذا نسمح ليخ نعم من أهم طموحاتي تفضل خاليد من أهم طموحاتي طموحاتي نعم إذا نبدو بطموح الأول تفضل خاليد قراه أكملوا دراستي جيد خاليد أكملوا دراستي إذا نتقلوا الطموح الموالي تفضل خاليد أطوروا مشروعي نعم طموح ثالث نعم ألتحقوا بالتكوين المهاني جيد والطموح الأخير اللي ذكرتو نعم هو أرتقي في مهنتي نتبه أرتقي ولا أترقى في مهنتي أترقى في مهنتي أترقى في مهنتي جيد إذا كما قلنا هي طموحات رائعة ويمكن لكم توصلوها وتتحقوها أيضا إذا الآن نتبهوا معي على الشاشة نتقلوا نشاط تعليمي الموالي اللي هو عندنا البناء واللي هنتعرفوا فيه على النص إذا نقرأ لكم أنتم استمعوا جيدا التحدي تتكونوا أسرة ابتسام التي تبلغ من العمر تسع عشرة سنة من أبيها وأمها وأخوين أصغر منها إذ طر والدها إلى استفاري خارج أرض الوطن من أجل العمل وطلب منها مساعدة أمها غير متمدرسة في تحمل أعباء الأسرة تخوفت في بداية الأمر ثم استجابت للتحدي وأنجزت المهام المنوطة بها بنجاح وتفوقت في دراستها طورت ابتسام مهاراتها في دعم أسرتها وزادت ثقتها بنفسها إذا نبدأ بالفقراء الأولى نشوف سلمة هنا تقرأ لي الفقراء الأولى نعم سلمة تتكون الأسرة وخا بدأ لي بالعنوان بعدك تحدي جيد تتكون الأسرة تتكون أسرة تتكون أسرة التي تبلغ من عمري تبلغ تبلغ من عمري 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 عشرة سنة عشرة عود التي تبلغ التي تبلغ من عمري تتكون أسرة التي تبلغ من عمري تسعة عشرة سنة جيدة من أبيها وأمها وأخوانها أصغر منها وأخواني وأخويني وأخويني أصغر منها أصغر منها إذا انتقلوا الفقراء الموالية نشوف بشرة تقرأ لي الفقراء الموالية نعم تفضل بشرة وضفر والدها إلى السفر خارج أرض الوطن من أجل العمل نعم طلب منها مساعدة أمها غير المتمدرسة في تحمل أباء الأسرة جيد إذا جيد بارك عليكم بشرة إذا نشوف الآن أسية التي كتبعنا عن بعضية تكملنا القراءة نعم تفضل أسية ما تخوفت نعم أستاذا تخوفت تخوفت في بداية العمر ثم استجابت لتحدي وأنجزت المهمة المنوطة بها بنجاح جيد وتوفقت في دراستها ثابها أسية هنا عندنا وتفوقت وتفوقت في دراستها وطورت ابتسام مهارتها ثابها أسية هنا عندنا نقطة ومن عندنا شلوه إذا طورت طورت ثابت ابتسام مهارتها في دعم أسرتها وزادت ثقتها بنفسها جيد أسية وهذا نشوفوا واش شي وحد فيكم ما فهمش شي كلمة أو شي عبارة في هذا النص هذا نعم نشوفوا خالدة تفضل خالد نعم أستاذا ما فهمت كلمة التحدي كلمة التحدي اللي عندنا في النص إذا كلمة التحدي هي نرفضوا الاستسلام ونواجهوها على هذا الصعاب ونقوموها بدون خوف هذا هو المقصود بالتحدي أيضا شكولي عندو شي كلمة منفهماش أو شي عبارة هنا في النص نعم تفضل حبيبة مفهمتي أعباء الأسرة أعباء الأسرة جيد نشوف فتنة واش تقدر تجاوبنا على هذا السؤال تفضل فتنة نعم أستاذا أعباء الأسرة هي المتاعب اللي كتعيش هالأسرة جيد فتنة إذا أعباء الأسرة المفرد ديالا هو يعنينا الحمل هو السيق اللي كيكون على حاتق الأسرة وكذلك المسؤولية اللي كتحملة إذا شوفوا أيضا شكولي بقي عندو شي كلمة أو لا شي عبارة غير مفهمة في النص نعم بوشرة عندك شي حاجة ما مفهمش في هذا النص شي كلمة أو شي عبارة ما فهمتش المهام المانوطة المهام المانوطة إذا شوفوا أسياء اللي كتابعنا عن بعد أسياء تفضل جاوب بوشرة على هات السؤال هذا ديالا يعني هات الكلمة اللي ما فهمش عندها تفضل نعم أسياء المانوطة إذا المهام المانوطة هي المهام المانوطة هي المهام الموكولة اللي كيتعاهد بها الشخص وكيتكلف بها إذا نتابهوا معايا على هات الشروحات هذه اللي شرحنا واللي غا تبان على الشاشة وغنطلب هاد المرة أيضا من الأسية باش تعاود تقررنا هات الشروحات نعم تفضل أسية تحدي مواجهات 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 صعابي دون خوفي جايد أعباء الأسرة ما تتحمله الأسرة في مسؤوليات عندي من ما تتحمله الأسرة من مسؤوليات عاود أسية ما تتحمله الأسرة من مسؤوليات جايد مواما التي مواما التي يتكلف بها الشخص إذا من بعد ما شرحنا الكلمات الصعبة اللي عاد نهاء في النص إذا شفو سالمة تتكلمانا ه 여기까지 هاد النص تفضل تتكلم الناس سلبتيسا مبهار سافر وكلفها بشتاهم الأم دياله جيد سلمة بارك الله عليك إذا نشوفه واشكين شي إضافة هاد المرة هدي نشوفه مع خاليد فنتال خاليد نعم أسادة بتسام تخوفات من اللي كلفها بها بمساعدات الأم دياله أداء أعباء الأسرة وف نفس الوقت ما قدرش ترفضلوا الطالب دياله جيد خاليد ولكن شنو دارت هنا بتسام نعم حبيبة شنو دارت بتسام أول حاجة دارتها بتسام إنها قابلة تتحدي ونجزها ونجزت المهام المطلوم منها بالنجاح وتوفقات في قرأيتها جيد إذا نشوفه فتنا واش عدا شي إضافات في الضل فتنا نعم أسادة بتسام طورات المهارات ديالها وتمكنت باش تساعد الأسرة ديالها شي اللي خلاها تتق كتر في نفسها جيد إذا فعلا بتسام يكتشفت القدرات دياله وزادت تقتها بنفسها وتحملت المسؤولية دي المساعدة الأم دياله في تدبير شو قل الأسرة واشنو رأيكم في شخصية ديال ابتسام نعم إذا شوفوا هاد المرة هدي بشرة تقلنا رأي ديالها في شخصية ابتسام تفضل بشرة ابتسام إنسان مسؤولة زيان شوفوا آسية أيضا تعطينا رأي ديالها في شخصية ابتسام تفضل آسية جيد إذا فعلا ابتسام هي نموذج ديال الفتاة المغربية القوية اللي يقدر المسؤولية وأكيد تحمل هل هاد المسؤولية غادي يكون عنده آثار إيجابية على الحياة دياله في المستقبل إذا شوفوا خاليد هنا واش يقدر يضيفنا شي حاجات تفضل خاليد نعم إذا ابتسام عنده العزيمة قوية وحتى حاجة ما قدرت توقف طريقها جيد إذا ابتسام هي مثال الفتاة الواثقة بنفسها المؤمنة بقدراتها ومهارتها وما نسوش بأنها كذلك هي نموذج ديال ابنة البارة كنظركم علاش الإنسان ولا علاش حنا بصفحة عامة كنسعوا باش نطوروا ذواتنا إذا شوفوا هاد المرة هدي سلمة فاش ينجح في حياته ويحقق أهدافه فاش ينجح في حياته ويحقق الأهداف دياله فعلا كل ما أهل الإنسان ذاته وتقن خدمته كيرتاقي بما كانتو كيساهم أيضا فروقي المجتمع دياله إذا شوفوا حبيبة واش عنداش إضافات فضل حبيبة الإنسان كيطماح يطور ذاته وباش يكون سعيد ويسعد أسرته جيد حبيبة إذا فعلا الإنسان كيسعى دائما يطور الطاقة والإنجازات دياله ويقدار يتأخذ القرارات اللي كتدعمه في حياته ويتواصل أيضا بشكل إيجابي مع الموحيط دياله وهاد الأفكار هدي اللي ذكرتو كاملة غلخصوها هنا على الشاشة إذا نتبهوا معايا هنا ونطلب هاد المرة هدي فاتنا تقرأنا تفضل فاتنا قرأنا هاد الخلاصة تطوير الدات يحققه نعم النجاح في الحياة جيد التواصل الإيجابي تواصل الإيجابي تواصل الإيجابي نعم تنمية المجتمع تنمية المجتمع جيد إذا من بعد ما عرفنا علاش كنطور دوتنا دابا عندي ليقوموا حد السؤال هو شنو هي الجوانب اللي كنطوره شنو هي الجوانب اللي كنطوره وهاد المرة هدي نشوف بشرات قولنا نعم تنمي طرق تفكير ديالنا فعلا وهي اللي كتسمى بتطوير العقلي اللي كيتمكن الإنسان معرفة تقاع القدرات والمعارف المكتسبة لديه حل قدر على التفكير السليم وتكوين علاقات اجتماعية سليمة ومتوازنة مشنو كنرتقي وكذلك يعني شنو باش كنرتقي وكذلك هاد المرة هدي نشوفه آسية نعم تفضل آسية نعم أستاذ سنرقي نفسنا بالثيقة والتوازن نفسي وقنعرفو كيفاش نتعاملوا معها جيد آسية إذن فعلا التوازن نفسي هو اللي يضمننا الاستقرار والراحة وكذلك تيقى بالنفس إذن نشوفو هاد المرة كذلك خالد واش عندو شيء إضافة نعم خالد تفضل نهتموه بصحتنا فعلا هو اللي كنسميواه بتطوير الجسمي يعني من يكن هتموه بصحتنا وكن ناكلو غذاء صحي ومتوازن وكن مرسو الرياضة أيضا وغيرها من الأنشطة ونشوفو سلمة أيضا واش عندها شيء إضافات تفضل سلمة تنسمعو دائما العقل السليم في الجسم السليم واش عندها شيء عالقة بلي تنقوله أكيد سلمة لأن سلامة الفكر هي في سلامة الجسم إذن شوفوش كون لي عندو شيء إضافة تفضل حبيبة خصنا نرتقي في سلوكتنا فعلا لأنه بحسن التصرف كنرتقي وكذلك بسلوكتنا ومعاملتنا إذن جواني يبدو تطوير الدات هي كما تظهر عندكم أمامكم على الشاشة إذن هنا في هذه المرة هذه نطلب من الفتنة تقررنا أيضا تفضل الفتنة يتجلى تطوير الدات في سلامة الفكري نعم الصحيات انتبه الفكري وصحتي والصحتي نعم النفسي نعم التصرفي والتصرفي إذن من بعد ما عرفنا قاعد الجوانب اللي كانت طوره في شخصيتنا أو ذاتنا الآن عندي لكم وحد سؤال وهو كيفاش كيطور هاد الفتنة الشخصيته وكيرتقي في حياته إذن أعطيكم مهلاء التفكير نعم حسنة وما كذلك اللي كتابعونا عن بعد فكروا الجواب إذن نشوف بشرة تفضل بشرة الاستمرار في التعلم حين تيلاستمرين في التعلم نقدرون نطوره حياتنا جيد عندي ما نسألك لأن أكيد التعلم المستمر والطلع على كل ما هو جديد كيف يفتح للشخص أنفق مستقبالية نعم إذن نشوفه أسية تفضل أسية نعم أستاذة اتقى بالله وتوكر على الله سبحانه وتعالى فيعطينا الطمئنان النفسي أحسنت تبارك الله عليك إذن نشوفه خاليد تفضل خاليد نعم أستاذة بش نطور الشخصيتي لازم علي نعزز نوقات القوة ونتغلب على نوقات الضعف ديالي جيد خاليد ونشوفه سلمة نعم سلمة خاصنا نتحدى والصعب ويكون عدنا تفكير إيجابي نتحدى وشنو نتحدى الساعة يعني الأمور اللي هي صعيبة اللي كتواجهنا في حياتنا فعلا وهو اللي كتسمى بتطوير أو لا يعني نسعى دائما إلى تطوير طرق التفكير اللي كيخلينا نكتسبو مهارات جديدة باش نلقوا حلول ضغوطات ومشاكل الحياة وكذلك كيمكننا وكيجعلنا نغتنمو فرص للحياة المتاحة بالإضافة لهذا الشيء هذا كامل اللي قلته يمكننا نقوله بأننا نخصنا دائما تقبلوا ذاتنا ونقدروها ونوضعوا واحد الخطة اللي هي واضحة المستقبل دينا وهذا الأفكار هذي اللي دولناها أيضا كلها هي اللي غدهر هنا على الشاشة ونطلب هذي المرة هذي من البشرة باش تقررنا هذي الخلاصة تفضل بشرة بدأ من الأول يطور الفرض شخصيته ويرتقي في حياته ب نعم يطور الفرض شخصيته ويرتقي في حياته ب ب الاستمرار في التعلم نعم أيضا تعزيز نقاط قوات قوات تعزيز نقاط قوات وتغلب على نقاط ضعف جيد أعتذر نعم مش نخر الثقة بالله والتوكل عليه الثقة بالله والتوكل عليها عودة الثقة بالله والتوكل عليه نعم أيضا تحدي الصعب والتفكر في الإيجابيات تحدي الصعب والتفكير الإيجابي تحدي الصعب عود تحدي الصعب والتفكير الإيجابي جيد بشراء والآن تبهوا معي سنقرأ لكم هذه الخلاصة التي تظهر أمامكم إلى الشاشة تقبل ذاتك وقدرها حدد نقاط القوة واستفد منها حدد نقاط الضعف وتغلب عليها ثم اجتهد وثابر للوصول للوصول لأهدافك فكر تفكيرا إيجابيا ضع خطة واضحة للمستقبل بهذا عزيزات المتعلمة عزيز المتعلم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات تكون الحلقة وصلت النهاية بل من نودعكم نطلب منكم تعودوا تشد هذا الشيء الذي درسنا كامل وتعلمنا على قناة السادسة أو بواسطة الانترنت على الرابطين الإلكترونيين التي يظهروا أمامكم على الشاشة على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته